مضوع واي قاعد أشوفه عند الشباب وغافلين عنه وهي حالة مرضية متلازمة ارتفاع هرمون الحليب خليك معي نفس الحالة هذي أنا شفت حالات كثيرة من العشرات غير مبالغة للرجال تمام؟ الحبيب عنده ارتفاع في هرمون الحليب يقوم ياخذ دستونيكس يحلل بعد أسبوع أيضا من رجال في نفس الحالة هذي أنا أنصحك نصيحة محتاج تكشف الموضوع أنت لازم تعرف هذا الارتفاع من شنو فيجب أن تتجه إلى الدكتور قدرة صماء الدكتور على طول رح يعطيك شنو داينميك أمراي بتوتوليقلاد راني مغناطيسي للقدة النخامية وغالبا تشخيصك رح يكون مو ورم نتوء في القدة النخامية أهو ورم طراحتنا هو إدينومة يعني رح يكون غالبا يعني بس إن شاء الله ما يكون ولكن هذا محتاج كل ستة شهر ويشوف هذا الورم بش كدر قعد يكبر معك ارتفاعات الهرمون بشكل مستمر رح يدخل في مشاكل انتغينا عنها مشاكل في الانتصاب والشهوة وأيضا رح تتأثر باقي الهرمونات في هذا الارتفاع تمام الدكتور مبدئيا رح يمشيك بجرعات ممكن تكون بداية عالية في تخبيض هذا الهرمون بعدها رح يمشيك على جرعات احترازية وهناك فلو أب تمام رح يشوف إن هل هذا الاتفاع قاعد ينزل أو في صعود إذا في نزول تمام رح يوقف عليك وفي بعض الناس لا تمشي بجرعات احترازية لفترة طويلة ورح يسوي فلو أب رانيمة ناطيسي كل ستة شهر ويشوف إذا هذا النتوء أو الورم في ازدياد رح يصير في تدخل جراحي عن طريق الاندوسكوبك ترازمينودر رح يدشون عن طريق الخشم ويتم إزالة هذا الورم فلا يستهان في الموضوع يا شباب مو بس أنك تاخد دستونكس وتسكت على الموضوع ارتفاعات الحليب ممكن تكون مزمنة ممكن تكون غير مزمنة أنا عرف ناس قاعد يمشون على الدستونكس لمدة ستة شهر وبعد ستة شهر سوا فحصات دورية للدم وشافوا أن الوضع مستقر فتم إيقاف الدستونكس عنهم أنا عرف ناس لحد الآن صالهم حين ثلاث سنوات ماشيين على الدستونكس وعندهم النتوء هذا المايكرو ايدينومة مثلا والدكتور يمكلم الدكتور الجراح وما يبي تدخل تدخل جراحي فمتعايش مع هذا الموضوع دام أنه ما قاعد يأثر على باقي الهرمونات الأخرى وتحت السيطرة فالموضوع ليس فيه تخوف كبير كثل ما أنا قاعد أقول لك لازم تعرف شو المشكلة عصانك تتعالجها أنا قاعد أخوفك بس الموضوع لا يهمل ترجمة نانسي قنقر